ليه قلت النهاردة اليوم مقسوم؟ مجلس دارة الآلي اللي موجود خلص المباراة كان هناك مباراة كرة يد ما بين الأهلي والزمالك تلعوا على المباراة والجميع كان في انتظار اليوم حيخلص أهلاوي ولا حيخلص أهلاوي زمالكاوي لا اليوم أسم النهاردة ونص اليوم راح لفريق نادي الزمالك في كرة اليد اللي قدر النهاردة يتغلب على فريق النادي الأهلي عشرين تسعتاشر مشهد رائع كل يوم بيقدموا لعيب الأهلي والزمالك في هذه المباراة يتعادل يا فرق بنت يا فرق نقطة ما تقدرش النهاردة تقول أن فريق فحلته فريق مش فحلته اللي بيكسب في اليد الأهلي والزمالك الزمالك نجح أنه يعمل طبعا فريق كبير جدا 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 وفريق الحياة صاحب إنجازات كبيرة ولكن هو دايما اللي بيكسب هو الفريق الموفق لأنك بتكسب فرق هدف بتكسب فرق هدف الحقيقة الزمالك في الحتة دي ناجح بشكل كبير جدا إنه هو يخش الجيم مش بتكلم على مكسب وخصارة أو على يد أو على طائرة أو على أو على الزمالك قادر إنه هو يوفر الصفقات قادر إنه هو يشتغل رغم الظروف المادية اللي النادي بيعاني منها ولكن قادر إنه هو يوفر للفرق دي صفقات قادر إنه هو يوفر هدوء قادر إنه هو يوفر مناخ يساعد الفرق على الانتصار خصوصا فرقة اليد فرقة اليد للزمالك دي يعني دايما كده أقولك كوماندوز يعني الناس دي ملاش دعب الظروف ملاش دعب حاجة الناس دي فاصلة نفسها وبتلعب دايما وأسامي كبيرة جدا الأحمر والمجموعة اللي موجودة كلها أصحاب إنجازات وأصحاب بطولات كتيرة في توقيتات صعبة جدا 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 النادي في مشاكل النادي مفوش مشاكل النادي في أزمات مفوش أزمات الرجالة شغالة وبتلعب وفاصلة نفسها ودايما الحقيقة يعني فرقة كرة اليد اللي ندي الزمالك دايما في حتة تانية فيوم رياضي مهم جدا الأهل والزمالك بيتقاسموا فيه الأهل بيكسب في كرة الطائرة بنات الزمالك بيرجع في كرة اليد رجال وهي دي في النهاية حال كرة القدم ولكن ماتشات الزمالك لو بيلعبوا طولة مع بعض خلاص بقت ماتشات ذاتة جماهرية كبيرة جدا وعلى المنظر تسعتاشر تسعتاشر بصوا تسعتاشر تسعتاشر بيت دي تلاتين ثانية تلاتين ثانية صد الراجل اهو اه خلاص عشرين تسعتاشر انتهت انتهت المباراة كرة واحدة شوطة واحدة خلصت الشوطة خلصت المباراة ولكن هي دي في النهاية الرياضة المنافسة الشريفة المستوى الرائع المتقارب انتهت المباراة وخلصت المباراة واحتفال بصوا الاحتفال ما يقلش اي حال من الاحوال كريم هنداوة هو المجموعة وفتاع كله بيحتفل كأن محدش بعد كده اقول لي قالي وزمالك كرة قدم فقط لا غير لا غير بصوا بقى خش على العظم ما بقى نساوي بصوا بقى العظمة عشان بس ايه تبقى الامور بالنسبة لنا واضحة بعد كده بصوا لعبت الاهلي بصوا لعبت الزمالك بصوا بصوا لعبت الاهلي والزمالك اهو خلص المتش الزمالك كسبان بصوا العلاقة بصوا العلاقات عاملة ازاي بصوا الدنيا ايه العظمة دي ايه الحلاوة دي ايه الرسالة دي ايه ده احتفل وفرح زي ما انت عايز احنا اخوات واحد مفيش حاجة اسمها احتقان مفيش حاجة اسمها تنشنة مفيش حاجة اسمها اخنقات مفيش حاجة خلاص محنا شوفنا كاس العالم وتعلمنا الدرس وشوفنا المنيا والعمل ازاي هذه الشباب مع بعضه سلم الف مبروك سلام عليكم وعليكم السلام الف 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 مبروك لفرقة البنات النهاردة لكرة الطائرة يصحقه عن قدرة الف مبروك لفرقة كرة اليد رجال لنادي الزمالك يستحقوا الأهل النهاردة عمل مبارا كبيرة في الطائرة الزمالك عمل مبارا كبيرة في اليد ويوم رائع جدا جدا جدا